وهبه والده خادما للكنيسة ليكون راهبا قسيسا قبل ان تحمل امي بي وهبتني قالت يا رب وتقصد المسيح ابن مريم قالت يا رب ما في بطني وهبته للكنيسة ليكون راهبا قسيسا اي لا يتزوج يعتزل الدنيا تماما قصة اسلام الراهب القص رشدي جورجي محارب ميخائيل نشأ في اسرة قبطية بمركز ارمنت من صعيد مصر ومن طقوس الكنيسة تنحية المولود تماما عن شؤون الدنيا طالما وهبه الوالدان للكنيسة فبعد ان تضعه امه بسبعة ايام تذهب به الى الكنيسة ويكتب في دفتر التنصير هذا راهب قسيس ويسمونه اسما يليق بالمسيحية فشاء الله ان اكون انا ما في بطنها ولا يعلم الغيب الا الله فمن طقوس الكنيسة طالما الابوين وهب المولود للكنيسة فده ينحى تماما عن شؤون الدنيا لا ينظر الى بنت ولا يخطب ولا يتزوج ومنذ ان توضعه امه تذهب به الى الكنيسة بعد سبعة ايام ويكتب في دفتر التنصير هذا راهب قسيس ويسمونه اسما يليق بالنصرانية سوحظهم سموني رشدي جورجي محارب مخائيل هذا ما حدث حتى بلغت السادسة من عمري وعندما بلغ السادسة من عمره ذهبوا به الى دير الاباء الفرنسيسكاني بارمنت لانه اقرب دير لقريته لرزيقات بحري تربى في الدير طفلا يأكل ويشرب ويتعلم حتى اصطدمت طفولته بالفساد الديني والاخلاقي في الكنائس والاديرة فذهبوا به الى دير الاباء الفرنسيسكان بارمنت الوابرات وهو اقرب دير بالنسبة لقريتي الرزيقات بحري التي منها الشيخ احمد الروزيقي ومركز ارمنت الوابرات التي منها الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله ومكس مع زملائي الطالبة طالبة بس بنين بس مفوش بنات في دير بعد يبعد عننا حوالي اتنين كيلو ده للبنات والراهبات طبعا اكلوا رعاية تامة يعني رعاية تامة انت لا تنشغل بالمأكل ولا بالملبس ولكن انشغل بالتعليم المسيحي والتعليم الدنياوي فقط لغير وطبعا رعايت ما رعايت ولكن ده اللي انت لازم تشوفه يتصبر يتصبر ويا اما تترك ولكن مش ممكن من سن 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 سنين هتترك هذا المكان بعد ما بوك وامك هيفراحوا وادموك علشان تكون راهب السيس في يوم من الايام رأى رشدي ما رأى من انعدام الاخلاق سن سن ست سنين هتترك هذه هذا المكان بعد ما بوك وامك هيفراحوا وادموك علشان تكون راهب السيس في يوم من الايام يعني اخلاقيات معدومة اخلاقيات معدومة وخاصة انت مع اناس لا يتزوجون الراهب الذي القص الراهب الذي يدير هذا المكان الديق لم يتزوج ولن يتزوج لانه ما اذهبوا يقروا بهذا هذا تصديق لكلام ربنا ورهبنية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء ردوان الله فما رعوها حق رعايتها فلابد يقع هناك خلافات كثيرة بين الرهبان القساوسة والراهبات البنات فعندما بلغت من السن عشر سنوات وكان يوم احد وكنت شماس قال لي القس لا داع لذكر اسماء اقف على هذا الباب اللي هو الكريستية يعني المكان اللي فيه لبس القساوسة والشمامسة اللي بيغير فيه من اللبس العادي بتاع الشارع الى اللبس بتاع الكنيسة القداس ولا تجعل احد يطلق علينا باب ولا يدخل علينا احد فالمهم بعد ما انتهوا من هذه الكارثة ابتسمت الراهبة وقالت للقس هل هو عرف احنا عملنا ايه وانصرف كانت ارادة الله ومشيئته انشابه اسمه اسماء المسلمين سأله قس ما اسمك قال رشدي قال له القس اسمك على اسم اعدائنا المسلمين ووقعتك طين وستدخل النار مع الهالكين قال له يا ابونا انا ذنب ايه ادخل النار ليه قال له اعتكف امام التنثال ثلاثة ايام ولو كان ايمانك قويا سيتكلم التنثال ولو تكلم التنثال اطلب منه المغفرة اراد القس ان يعمل لنا احتفالية بعد صلاة عيد يوم القيامة ثم جمعنا ليسأل كل واحد منا على اسمه فمن قال انا اسمي بطرس قال له ابشر ستدخل الجنة تغني وترقص لان اسمك على اسم الكاتب الانجيل او احد الصالحين اسمه بطرس وانت مرقص ابشر انت جبريل ابشر اسمك على ملك الله جبريل لعندما جاء الضور علي قلت له اسمي رشدي قال انت اسمك على اسم عدائنا المسلمين ووقعتك ووقعتين وهتدخل النار مع الهالكين قلت له طيب يا ابونا دلوقتي انا زنبي ايه علشان يعني ادخل النار ليه يعني انا ابويا وامي وكان في وجودكم وانتوا اللي بتختاروا الاسم انا زنبي ايه ان انا ادخل النار طيب ايه الحل يا ابونا قال لي القص انت ترى هذا التمثال صنم ده صنم تمثال يسوع المسيح قلت له نعم يا ابونا قال لي لو ايمانك بقى صح هتروح تعتكف قدام التمثال ده تلات ايام وكلمه وترجاه واستعطفه باي شكل من الاشكال ولو ايمانك قوي هتخلي يتكلم ولو يتكلم اطلب منه انه يغفر لك ويسمحك و يتوصل الى ابيه في السماء علشان يدخلك الجنة زي زميلك فانا طبعا ما كذبتش خبر نويت الاعتكاف طبعا عندهم صيام اسمه صيام نينوة يعني كما مكث نبي الله هما بيقولوا عليه يونان النبي هو نبي الله يونس ابن متة هما بيقولوا انه قعد في البحر تلات ايام فبالتالي ما كانش لا بياكل ولا يشرب فهم عنديهم صيام المحافظ اوي بيصوم تلات ايام يعني ضراب عن الطعام والشراب لا يأكل ولا يشرب ثلاثة ايام وكنت اعرف جزخلتي من المتزمتين والمتمسكين بالتلات ايام دول كل سنة كان يعني خلاص او شك كل ما يأتي هذا العام تلات ايام في السنة ويصومهم بنقول عليه خلاص ده يموت هيتفنوه بعد تلات ايام لا أكل ولا شرب تمام اضراب عن الطعام المهم التلات ايام دول البطل يصمهم وفضل الله اعتكفت وصمت التلات ايام دول امام هذا الصنم والكنيسة بدون يعني زيادة في الكلام او انا بتبلع عليهم لا ده انا خدمت في كنيسة ترمانت الابراد ده في الدير والله البوم ما عاش عش جوه الكنيسة السعابين الهيكل كله تعابين الفرش ورا الشبابيك يعني انا رأيت بعيني البرص قد التمساح والله ما يقل البرص عن متر يعني غابة او حديقة حيوان متوحشة شوف كل الاصوات دي وانت صابر وكان عند عشر سنين علشان ادخل الجنة علشان اسم يطلع الاسم الناس المسلمين دول وبعد ذلك بدون جدوى حتى اترجى هذا الصنم وفعلت معه الافعيل انضف رجليه وانضف انضفهم التراب والعفار وهو لو بياكل انا هجبله اكل ياكل لكن بدون جدوى وبعد ثلاثة ايام انا خارج من الكريسة وابونا القص داخل يطمئن علي قال لي عملت ايه قلت له عملت ايه هات اطقى واحد او احسن واحد عند امان فيكو ويقال لينا خلي عينه بترمش بس اشهد له بالايمان لو خليت عينه ترمش مش عايز ناكلم الصنم مش عايز يتكلم قال لي انت ما فيش فائدة فيك ولا عيدة وبعد كده راح اتمر للايام عملنا طقوس العيد الكبير عيد القيامة طبعا بيبدأ من حد الزعف اللي هو بيشوف كام نخلة بيفسدوها في هذا اليوم بيقطعوا القلب النخلة وياخدوا كل ما كان الخوس بتاع حبيض كل ما يتبع باغلى يوم الثلاث ممنوع المصاحفة بالايدي انا اصافحك اسلم عليك ببقي بالفم منما اسلم عليك باليد يبقى انا سلمت المسيح لليهود بعد كده يوم الاربع اللي بيسموه اربعة ايوب اللي بيزعموا فيه انه في اليوم ده بارئة نبي الله ايوب من مرضه كله لازم يستحمى بالمية الحلوة في اليوم ده سواء في البحر او ياخد مية حلوة من البحر روح في بيتهم لازم يستحمى في اليوم ده في خميس العهد او بيسموه العشاء السري ده بيبدأ منه الاسيس بيجيب الاثناشر رسول تلميذ وبيخسر رجليهم وبيقبل الرجل ظهر الرجل اليمنى ويقول لهم هكذا فعل الرب مع تلاميذه ويمكن سمعتم في هذه الايام هذا المشهد من بابا الفاتيكا لكن في الحقيقة العشاء السري بيقولوا فيه تلاقي رسم اتناشر واحد ومنهم واحد رفع ايده لانه المسيح بيقول لهم الذي سيخونني سيرفع اصباعه فده عشان تعرفوه طبعا ده كلام مش منطقة ده لو كان واحد معلم وعرف انه فيه ناس بيخططوله علشان يقضوا عليه المريدين بتوعه او الحشية بتوعه البلطجين اللي حواليه ازاي يعرفوا المجرم ده واحد جاي يقتل المعلم بتاعهم وما يدفعوش عنه فازاي المسيح عارف انه تلاميذ وعارفين انه فلان هيسلموا لليهود ومع ذلك ما أبضوش عليه ولا عملوا فيه اي حاجة ثانيا لو جبت المنظر ده الصورة وهو 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 العشاء الخروف أن ينزل عملوا عملوا لولا بأبيه ياخدوه ياخدوه وطبعاً بيصوطوا وحزنانين طبعاً علشان الله بتاعهم ميت وبعدين التقوص التي يفعلونها في هذا اليوم يحرمون على أنفسهم كل الطعام إلا الطعامية والترمس والنابت واللي متمسك قوي لا يشربوا ماء في هذا اليوم يوم الجمعة وما الزورة يبلع يبلع بإيه؟ يبلع بالخل الخل لا يشربوا إلا خلا لأنهم يعتقدون أن المسيح على الصليب لما طلب ماء قدموا له خل عشان يعذبوه بعد كده بعد الجنازة دي يفكوا لله المسلوب ومع أنه في التوراة ملعون من علقها على خشبة ولو بات الصليب بات معلق على الأرض تلعن الأرض من تحت الصليب وهم يعني لما تقول لهم إزاي بتعبدوا ملعون يقول لك إزاي ما نعبدهوش وما نحبوش ليهو وتلعن على شن ما نحبش ليهو أحد يتلعن على شن فالمهم فبعد ذلك يأتوا إلى سبت النور طبعا حسابات النصارى غلط تماما لأنه هم بيقولوا الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم الصراحة في اليوم السابع النصارى بيقولوا اليوم السابع يوم لحد لكن هو اليوم السابع زيما اليهود قالوا يوم السبت خلاصة الاحتفالية بعيد القيامة الأسيس بيطلع بره باب الكليسة بيكبقى مقفول بالأكرة بس ورئيس الشمامسة من جوه ده أنا اللي عشته في زماني محدش يقول لي ده ما بيحصلش في مصر أنا اللي عشته في الصعيد بهذا النظام ثم يطفى جميع الأنوار ثم القص يطرق ثلاث ترقات ويقول انفتحي أيتها الأبواب الداهرية لكي ما يدخلك ملك المجد رئيس الشمامسة من جوه بيقول له من هو ملك المجد يروح طارق ثلاث خطات أشد من الأولانيين بالوقت نخلي بالك بعد كده يقول انفتحي أيتها الأبواب الداهرية لكي ما يدخلك ملك المجد رئيس الشمامسة من جوه أنا كنت بقول كده من هو ملك المجد يروح طارق ثلاث خطات بشدة أشد من الأولانيين ثم بعد ذلك يقول عندما يقول القص انفتحي أيتها الأبواب الداهرية لكي ما يدخلك ملك المجد قبل ما الشمامس يقول من هو ملك المجد يقول له أنا الملك العزيز الجبار المتكبر وروح آزح فتح الباب كده وداخل مرة واحدة والأنوار وقبلها فعلا قبل ما يحصل هذا الفصل القص سمعته بأذنية ورأيته بعينية يقول الإله سيقوم من بين الأموات بعد تلت ساعة واللي نفسه في حاجة يفعلها علشان الإله ميته لسه هيقوم عشان يحاسب الناس المهم بعد كده يبقى انتهى الاحتفالية بعيد القيامة وقضينا العيد على ما يرم الألحان وأنشيد فالمهم الأبونا الأسيس حبي يكرم التلاميذ اللي قاموا بتقوس عيد القيامة فطبعا نشوف من منذ أيام كان بيقول انت اسمك على اسم المسلمين وهتدخل النار مع الهالكين قدم لنا مشروب عصير منجا فكل ما يقدم لشماس يقول له مشكرين والتاني يقول له عايز تشرب تاني يقول له لا وانت عايز يقول له شكرا جاء عند العبد لله قلت له الف شكري يا ابونا قال له لا انت اخلاقك عشرة على عشرة ولازم اودك السيوت علشان تروح كلية قلب يسوع الصرفية علشان تبقى ان السيس محترب من هناك سفرت اسيوت وهناك القائمين على كلية قلب يسوع الصرفية بخيط فرطناته وأرضه باللغة الايطالية بخيط عالي ايطاليين ويشتهرون بفعل اللواط مكست اربع سنين بالعافية ثم بعد ذلك اه ارجعت تاني والتحقت بالكال الارزوزوكس الارزوكس في الشهادة قبلونا علشان شهادة الميلاد مكتوب فيها اارزوزوكسي قالوا لهم ما انت المدة دي كلها اشتهت زي قلت لهم علشان انتو مش عايزين تتحركوا متجوزين ومعاكوا ولادكو لكن المذهب الفاتيكان الكاسوليك ناس رهبان ولا ولد ولا زوجة مكان من يرموه في الجبال يعيش فدول انا عشت ولقيتهم هم اللي فوق دماغي وهم اللي معايا وهم اللي بيعلموني المسيحية اين انتم فكتبوا فيي تقرير ان هذا لا يصلح ان يكون قسيسا بعد ذلك اتركت الكنيسة وذهبت متطوعا للقوات المسلحة وشاءت الاخبار اني قبلت في الجيش وكنت الاصل ان انا مقدم علشان اكون في الموسيقى العسكرية ولكن شاء الله اكون اتبع المهندسين سائق بالقوات المسلحة في عام واحد وسبعين حتى عام سبعة وسبعين ولكن كنت مشهود بالصدق الحمد لله والامانة فدي كانت صفة من صفاتي ويا ما ان المسلمين كانوا بيقولوا احنا يتمنى انك انت تكون مسلم الرجل بتحب الصدق والامانة والكلام دوت ولكن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وكنت تحدى المسلمين صمت رمضان ثلاث سنوات اعدت من تلاتة وسبعين لغاية سبعة وسبعين وانا اسمع من هنا وهناك وكنت اتكفت على اذاعة القرآن الكريم ثمانة اشهر بالزبط مش سنة ثمان شهور كانت بتبدأ من الفجر وتنتهي في منتصف الليل كنت اسمع للقرآن بعد رحلة بحث عن حقيقة الاسلام دامت سنوات صام خلالها رشدي جورجي شهر رمضان ثلاثة سنوات واعتكف على اذاعة القرآن الكريم ثمانية اشهر يستمع الى القرآن والاحاديث والفتاو ثم سأل نفسه الى متى ستظل على حالك في الكنيسة تسأل المغفرة من بشر مثلك وكيف يغفر لك ومن يغفر له كيف تقدس خشبة الصليب وتعبدها من دون الله ساعة تجلي وساعة رضا من الله ابتدت افكر طب اخرت الفسد ايه طب وانت في الكنيسة بتروح تقول للأسيس اغفر لي يا عبتي طب ماه ده بشر زيه زيك يغفر لك ازاي هو مين بيغفر له وبعدين الصليب اللي انا بقول عليه خشبة العار في الكنيسة ازاي اقدسه واعبده من دون الله وازاي المسيح ابن مريم بنقول يا قديسة مريم يا والدة الله امال هي من اللي خلقها عشان تولدني هذا الاله طبعا طالما انت فكرت بعقلك يبقى اعرف تمام انك هتوصل لنتيجة للإسلام لانه عندهم ان اردت ان تكون نصرانيا وقرأت في الانجيل او القي اليك كلام من القص فلا تمرر هذا الكلام على عقلك فمرره على قلبك مباشرة وإلا ضيعت الدين يعني هتفكر بعقلك واحد واحد يساوي اتنين واحد وزايد واحد زايد واحد يساوي واحد واللي ساوي ثلاثة ابتديت تفكر يبقى انت اول درجة دي فعلا ستكره النصرانية لانه في النصرانية لا تعترض فتنترض فابتديت افكر كل هذه الملابسات وكل هذا الفساد اللي انا شفته جوه الكنيسة ده جعلني ان انا افكر طب اخرتها يعني اخرت الفساد ده ايه ولو مت هتعمل ايه ما انت لو ما تبرقتش منهم دلوقتي هتتبرق منهم في الاخرى غزبا عنك يبقى لازمتها ايه لازم انا اقرأ واسمع واشوف فعلا الحق فين وانتسبوا له ولا اخشى لو ما تلائم بعد ذلك فخط المشوار الحمد ايه شوف الهدى هدى الله ومن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام فانا منذ ان قرأت صورة الرحمن بالذات ليه لانه قلت ما فيش ما ماسمعناش على انه اتنين بيتخنقوا على واحد ده يقول انا خلقت ده وده يقول انا خلقت ده الرحمن علم القرآن خلق الانسان هت لحد بتتحدى يقولك انا خلقت فلان قال له القرآن ده مؤلفه محمد طب فين عنوانه فين اسمه فين شهرته فين اللي هو بيينتسب يقول الكلام ده وينتسبه نفسه واحد بيصنع سيارة بيكتبها باسمه بيروح يسجلها مش يعرف فين عشان محدش يسرقها او يسرق المركب بتاعتها طب فين فين اسم النبي محمد ده كما قال نبي الله عيسى اني ذاهب الى ابي وابيكم لارسل لكم الروح المعزي الذي يمكس فيكم الى الابد والذي لا يتكلم كلمة من عنده بل كل كلمة من عند الله ده هو وما ينطق عن الهواء انهو الا وحي يوحى فصورة الرحمن هي كانت البداية وانشرح صدري حقا وعلمت بان القرآن ليس مؤلف ولكنه قلت اللهم اني امنت بك وبرسولك محمد صلى الله عليه وسلم وبكل آية انزلت عليه في القرآن الكريم من غير ما ارى القرآن الا سورة الرحمن ولكن قلت كل كلمة موجودة في القرآن تبقى حق وتبقى من عند الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس الذين تخلفوا عن نبي الله عيسى لو درسوا منهج نبي الله عيسى صح وامنوا بيك نبي صح وسمعوا كلاموا لا اسلموا وهؤلاء اليهود لو اتبعوا نبي الله موسى صح وامنوا بيه صح كانوا اسلموا لله رب العالمين انا ابيت الا ان اكون موحدا لله عز وجل وكنت فعلا بسمع بعد ذلك انا في الجيش ولسه في بداية الامر ولسه ما عملتش الاشهار كنت بذهب للشيخ عبد حميد كشك اسمعه كنت بروح علوان عند الشيخ يوسف البدري والشيخ عبدالله السماوي كل المشايخ اللي كانوا موجودين في هذا على الساحة في هذا الوقت كنت استمع اليهم ومن يتكلم بالتوحيد اأخذ منه بالدليل ومن كان يقوله غير ذلك كنت اللي اأخذ منه ولكن كنت متشدد وطبعا قص بعد كده معلش بقى بعد الجيش بعد ما يعني اشهرت عوز عشر اسلامي وعدت خمس شهور على بال ما حصلت على ورقة الاشهار وقيمة طلوفية وخدونه في مديرة ابن الجيزة علشان اشهر اسلامي وبعدت طبعا اثنين عساكر وصول وشهود وبعدين يدوا الاسيس موعد الاسيس لا يأتي يخلي في الموعد لغاية ما هم كتبوا الشهادة بحضور مش عارف فلان الفلاني متوقنت على الله وروحت بدخلتي وانا سبقت الاسيس لما دخل كان من الاحترام ان انا هم نسيد ده كله ايوه يا سمائيل تفضل قال لي ايه اللي مش عاجبك قلت له اللي مش عاجبني ما فيش حاجة عاجباني في النصراني قال لي المسيحية قلت له لو المسيح جاء بالمسيحية كان ابراهيم نبي الله ابراهيمة جاء بالابراهيمية وكان نبي الله موسى جاء بالمساوية وكان نبي الله يوسف جاء باليوسفية وجاء نبي الله اسماعيل ابن اسماعيلية وكل نبي بقى ييجي سم الدين على اسمه لكن هو دين واحد ان الدين عند الله الاسلام قال لي طيب ايه اللي ابوه وامه بيقولوا باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين هيقول زيهم هيسمحهم وقولوا يا قديسة مريم يا والدة الله هيقول زيهم ليه بتنصروا الطفل لو ما صرحتنيش هجيب عرباجي من اللي واقفين دول يجاوبنا على السؤال ده علشان السؤال ده انتو علمتونا اجابته واحنا عندنا لسه ثلاث سنين فلما انكسف وانحرج قال لي لانه يولد مسلم قلت له صدق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فاما ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ولم يقل يؤسلمانه لانه هو مولود على الاسلام قال لي شوف غيرها قلت له تاني سر سر الميرون بيجيبه الطفل حوض زي حوض المطبخ واذا كان في شتاب يسخده مية واذا كان صيف من المية العادية ويلع الطفل كيوم والدتهمه ويغطسه في المية ثلاث مرات وينفخ في جبهته الاسيس ينفخ في جبهة الطفل اللي هو اطهر مكان يزجد فيه لله اف اخرج ايها الروح النجس اف اخرج ايها الروح النجس ويسألونك عن الروح كل الروح من امر ربي المهم بعد كده لازم المية دي يلوثوها بزيت اسمه زيت الميرون والتثبيت فاعتقدهم انه الزيت ده من ايام الانبياء يعني الخميرة موجودة بتاعته لدلوقتي علشان كل اسيس بابا يجي يرشم يعين اسيس رسمي لازم يدهنوا بالزيت ده ولما ينصروا الطفل برضي يحطوا من الزيت ده علشان يسبغوا بالسبغة النصرانية ربنا بيقول سبغة الله ومن احسنه من الله سبغة ونحن له عابدون فهم بيزيتوا وقلتولي يا ابونا لو المية في الاسلام تغير لونها او رحتها او طعمها ما يتنفعش للطهارة يا ابونا فازاي المية تتلوس وتبقى مزيتة وتقولي دي مية زيت الميرون والتسبيت طب وانا ما ثبتتنيش ليه على النصرانية يا ابونا طبعا احد يمزح ويقول له احنا هنسيبك لما تموت لازم نجيبك نسرقك ونحرقك وناخد الزيت بتاعنا طيب بعد كده يا ابونا فيه كورس الاعتراف بعد ما انا اتنصرت والدهانت بزيت الميرون والتسبيت داوت بعد كده اكبرت باندي عندي ثلاث سنين بتعلموني ازاي اعترف بذنوب للأسيس انت مين انت حضرتك عشان تخفر الذنوب والمسيح لما اراد قال له واحد طبعا ما لهوش دا افتراء في الجزء المحرف لما قال له واحد مغفرة لخطاياك اليهود جدوا عليه وقالوا له انت متجد فلو كنت من عند الله ما غفرت ما لا تستطيع ان تخفر الذنوب لا يغفر الذنوب الا الله دا مكتوب في العناجيل الكلام دوت فازاي انت يا ابونا الطفل من سن ثلاث سنين تعودوه انه يركع تحت رجليك وتكون انت قاعد على كرسي والطفل او الراجل او الوحدة قاعدة تحت رجليك كجلسة التشهد في المسلمين جلسة العبد لسيده وتقول لك اغفر لي يا ابتي لان اخطعت وانت تقول لا قول يا ابني او قول يا ستي ماذا فعلتي او فعلت وبعد كده تتناول سر التناول يعني تاكل جسد الرب وتشرب دمه قلتولي يا ابونا سمائيل امت انا امت انت تتمنى تاكل لحم واحد وتشرب دمه لما اجا اقول لك يا ابو نصاميل ده واحد بيقول على ابوه امك كذا 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 هذا مشاه بطال ويوي هتقول لي مين ابن ستين في سبعين اللي بيقول على امه او اختي كده لو شفته ااكل من لحمه واشرب من دمه يبقى ده نتيجة غيز وغل وانتو المسيح مش بين ايديكو دلوقت علشان تتملكوه تاكلوه فهو مش بين ايديكم فانتو بتمثله القربانة دي بجسده وبتمثله بالنبيس دو والدمه وبتشربوه عشان تنتقموا منه والشعب مش فاهم الحقيقة يا ابونا قال لي شوف غيرها قلت له بعد كده مسحة المرضى نفس الزيت الميرون والتثبيت دوت لو واحد مرض الموت على الفراش بتروح تتشمه بالزيت دوت في قرطه وفي دقنه وعلى صدره وبين ايديه وتقول له قول يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لاجلنا نحن الخطاء الآن وفي ساعة بدل ما تلقنوا التوحيد وتقول له كما قال نبي الله موسى في التوراة لبن اسرائيل بمن تشبهونني وتسونني وتمثلونني لنتشابه وزا ما قال اللوق على لسان المسيح ابن مريم هذه الحياة الابدية ان يعرفوك انت ال اله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته تروح انت في المعمودية تقول له اعمدك باسم الاب والابن والروح القدس ربنا بيقول له انا هو الرب الهك في الوصال العشر انا هو الرب الهك لا يكن لك اله غيري وذكر الربوبية مرة واحدة ولئن سألتهم من خلق السماوات والاضل يقولون الله وذكر الالوهية مرتين انا هو الرب الهك لا يكن لك اله غيري ال اله بمعنى المشرع اي لا تسمع ولا تطيع غيري فعندما سمع النصارى هذا الحوار وقلت لهم يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه قالوا ان كان هذا الايات من القرآن فالقرآن حق طب اسلموا قالوا لا احنا كفر وحنمود كفر فبعد كده ما كان من الناس الا ان قالوا اخرجوا لنا الشيخ بتاعنا كفاية كده وفعلا عندما خرجت والنصارى عادينا قدام بيوتهم ويفضل ابن عمتي امين شرطة ينادف الناس اقبضوا على اللي كان الرجل اللي اسلم دوت اقوم وقبضوا عليه والله ما فيه رجل يقدر يقوم من مكانه او امرأة علشان يمسكون انت بفضل الله نشط وبقى اذهب للمساجد وحاضر واعمل مقارنة بين النصرانية وبين الاسلام اللي في كتابة عشر سنين اكتف فيه وسميتوه باسم وظيفتي في النصرانية اعترافات شماس لتصحيح مفاهيم الناس انما اللي اسلم اثنين او ثلاثة اسلموا بفضل الله سبحانه وتعالى لما سمعوا كنت عامل عشرين شريط واللي بيسمعهم ربنا يريد له الهدى يهتدي انما هدى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين وطبعا كرست حياتي لخدمة المساجد خدمت في مسجد السنة عندنا في عين شمس في شرعة الاربعين مسجد التوحيد طبعا جمعية عمصر السنة واخيرا اقول للناس اللي بيتشككوا في الاسلام اقتوني بقسيس اعمى هل رأيتم قسيس اعمى طب ليه فضلت الشيخ ما يبقاش اعمى لانه في جزء معين لازم يقراه كل يوم حد وده دليل بانه الطورة والانجيل عشان اتحرفت وربنا لم يأخذ على نفسه عهدا ولا مثاق بحفظهما فلابد ان يحرف ولكن القرآن عشان ربنا وعد حفظه اتلاقي ثلاث سنين حفظ القرآن معوق حفظ القرآن ست سنين حفظ القرآن اعمى حفظ القرآن مشلول حفظ القرآن لكن اقتوني برجل يحفظ من درجة الاسيس الى البابوية يحفظ التوراة والانجيلة التي بين ايديهم لانها لا تحفظ فلابد ان يكون القسيس مبصر ما ينفعش اسيس اعمى لان المقرر بتاعه كل يوم حد وده بيقراه كل يوم حد ومع ذلك لم يحفظه وما يزيدش عن 15-20 ورقة اللي بيصلي بيهم كل يوم حد وكل العمر ده كله ما يقدرش يحفظهم لانه ما يتحفظش لانه ربنا ما توعدش حفظه لكن ما تلاقي الشيخ كنعمة والعمة اذا اراد الله بهم خيرا بيكونوا احسن كتير من المبصرين انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور كنت اقول لو اني سيدت لله على مصامير ما وفيت الله سبحانه وتعالى نعمة الاسلام وهدايتي الى الاسلام والحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هضان الله والحمد لله رب العالمين اعتنق الاسلام وامن بالقرآن يقول رشدي سورة الرحمن كانت البداية علمت ان القرآن ليس مؤلف وقلت لهم امنت بك وبرسولك محمد صلى الله عليه وسلم وبكل اية انزلت عليه في القرآن الكريم يقول طالما فكرت بعقلك فاعلم ان النتيجة هي الاسلام ابيت الا ان اكون موحدا لله عز وجل بعد اسلامه جلس معه القص صموئيل ليرده عن الاسلام فقال له ايه لي مش عاجبك قال له رشدي مفيش حجه عجباني في المصرانية قال القص صموئيل اسمها المسيحية قال رشدي اسمها المصرانية لو المسيح جاء بالمسيحية كان نبي الله ابراهيم جاء بالابراهيمية وكان نبي الله موسى جاء بالموسية وكان نبي الله يوسف جاء باليوسفي وكان نبي الله إسماعيل جاء بالإسماعيلية وكان كل نبي سمت لدين على اسمه الدين واحد إن الدين عند الله الإسلام وأنا أسلمت وصدقت القرآن أما أنتم فستتحملون ذنب الأطفال الذين تنصرونهم قال للنصارى والقساوسة ائتوني بقسيس أعمى هل يوجد قسيس أعمى؟ لا يوجد لأنها كتب لا تحفظ ولا بد أن يكون القسيس مبصرا حتى يقرأ لأن التوراة محرفة والإنجيل محرف ولم يتعهد الله بحفظهما أما القرآن فالله حفظه لذلك يحفظه الطفل في عمر ست سنوات أو أقل ويحفظه الأعمى ويحفظه الأعرج بعد الإسلام كرس حياته للدعوة إلى الله وإلقاء المحاضرات في المقارنة بين الإسلام والنصرانية وله اعترافات نارية صدمت الكنيسة المصرية وكشفت إلى أي مدى تغلغ للفساد وتفشت الإباحية في الكنائس والأديرة وله كتاب شهير بعنوان اعترافات شماس لتصحيح مفاهيم الناس ترجمة نانسي قنقر